بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم تلميذ الصف الخامس في حل اختبارات سلاح التلميذ على المفهوم الثالث إن شاء الله هنحل مع بعض الاختبار الأول تابعوني على قناة العلم مع تفعيل زر الجرس لكي يسلكم كل جديد وممكن نعمل مشاركة لجميع أصدقائنا وأصحابنا عشان الجميع يستفيد نبدأ مع بعض حل الاختبار السؤال الأول بيقول ضع علامة صحة أو خطأ أمام العبارات 1. تجمد الماء وتغير حالته من السائل إلى الصلب هو تغير كيميائي أولا الماء لما تغير من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة هل أعطاني مادة جديدة؟ لا ما أعطنيش مادة جديدة يبقى إذن ده تغير في الشكل أو تغير في الحج لكن لم يعطيني أي مادة جديدة يبقى إذن ده تغير إيه؟ تغير فيزيائي وليس تغير كيميائي يمكن أن تتغير المادة من حالة إلى أخرى عند اكتساب أو فقد طاقة حرية طبعا المادة ممكن تتغير فعلا من حالة سائلة إلى حالة غازية أو من حالة سائلة إلى حالة صلبة أو من حالة صلبة إلى حالة سائلة عند اكتساب أو فقد طاقة حرية ناخد مثال بعض عند وضع كوب ماء في السلاجة إيه اللي بيحصل في الفريزر؟ إيه اللي بيحصل لكوب الماء السائل؟ بيتحول إلى سالجيوب إذن هنا في الحالة دي فقد فقدت المادة إيه؟ طاقة حرية عشان كده أصبح التحول من حالة سائلة إلى حالة صلبة طيب لو أنا وضعت نفس الكوب الماء في إناء ووضعته على النار إيه اللي هيحصل؟ طبعا هيغلي بعد كده هو تتحول من حالة السائلة إلى حالة إيه؟ إلى حالة غازية يتبخر يبقى إذن هنا هو ده اكتسب إيه؟ اكتسب طاقة حرية يبقى إذن يمكن أن تتغير المادة من حالة إلى أخر عند اكتساب أو فقد طاقة حرية أقول له إيه؟ الإجابة صحيحة ثلاثة يمكن فصل المكسرات عن بعضها بعد الخلط أنا طبعا ده حقيقي ليه؟ لأن المكسرات لما أجي دي تعتبر من ضمن المخلط والمخلط من السهل إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا أفصل مكونات وبعد الخلط صحيحة التجمد عكس عملية الإنصهار طبعا التجمد فعلا عكس عملية الإنصهار يعني تجمد؟ يعني تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة طب الإنصهار تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة إيه؟ السائلة يبقى لتنين عكس بعض صحيح أنا أنتقل إلى السؤال رقم اثنين السؤال رقم اثنين بيقول اختر الإجابة الصحيحة واحد أي من العبارات الآتية ليس دليلا على حدوث تغير كيميائي للمادة؟ مش دليل على حدوث تغير كيميائي للمادة الإنصهار تكون ضوء أو حرارة تكون رماد ظهور في القاعد طبعا الإنصهار ليس دليلا على حدوث تغير كيميائي لكن البقى ده ده يعتبر دليل على حدوث تغير كيميائي رقم اثنين كل مما يلي يحدث في التغيرات الفيزيائية ما عادة بيحدث في التغيرات الفيزيائية وإحنا بنقرأ نركزين في الكلام تغير شكل المادة أعقد فعلا بيحدث تغير في الشكل طيب تغير تركيب المادة يبقى أقول له إيه على طول تغير في تركيب المادة عطاني مادة جديدة هنا عادة تكون مادة جديدة تغير حجم المادة التلاتة دول دول اسمهم تغير فيزيائي ما عادة تغير تركيب المادة ده يعتبر تغير كيميائي رقم تلاتة من أمثلة تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة من صلبة إلى سائل زي انصهار الشم صدى الحديد تجمد الماء تكسف الماء طبعا من الصلبة إلى السائل على طول انصهار يبقى له إيه انصهار الشم ناخد سئر رقم 3 أكمل ماياتي قص الورق تغير نقط أنا بقص الورق يعني ممكن أغير حجم الورقة أو أغير في شكلها يبقى إذن ده تغير إيه فيزيائي بينما حرق الورق تغير إيه أنا لو حرقت الورق ده هتديني مادة إيه؟ مادة جديدة هتديني إيه؟ رماض يبقى إذن ده مادة جديدة تغير إيه؟ كيميائي رقم 2 التغير نقط يؤدي إلى تكون مادة جديدة يديني مادة جديدة تغيير فيزياء ولا كميائي الكميائي ده بيديني مادة جديدة تتكون قطرات من الماء ناتجة نقط بخار الماء عند استضامه بسطح بارد لا أنا عندي ينهوض بتتكون قطرات الماء ناتجة بخار الماء تكسف بخار الماء بيقول هنا صل العمود بي بما يناسبه من العمود ألف ألف هنا رقم واحد كمية الطاقة التي تمتلكها جسيمات المادة كمية الطاقة التي تمتلكها جسيمات المادة أقول له على طول ده إيه درجة إيه درجة الحرارة درجة حرارة المادة تحول الماء إلى سلج يطلع تجمد ولا انصهار طبعا أقول له إيه التجمد رقم أربع رقم خمسة أجب عن الأسئلة الأيتي واحد قام معيز ببناء قلعة من الرمال وعنده استضام موجة من الماء بها تهدمت حد النوع التغير الذي حدث يعني معيز عمل إيه بناء قلعة من الرمال وأول ما جدت موجة مية رح تعملت إيه اتهدمت طب نوع التغير ده تغير فيزيائي ولا تغير كيميائي طبعا ده تغير إيه تغير فيزيائي لأنه تغير في الشكل طيب اتنين تعتمد صناعة الزبادي على اللبن بشكل أساسي حد النوع التغير الذي حدث للبن اللبن أصبح زبادي طبعا أعطاني مادة جديدة مختلفة في خواصها عن مين عن اللبن يبقى إذن ده تغير إيه كيميائي رقم ستة صنف التغيرات الأتياء إلى تغير فيزيائي أو تغير إيه كيميائي أول حاجة تقطيع الخشب أنا أطعت خشب أنا أطعت إيه أطعت خشب ده يعتبر تغير إيه أنا أطعت يبقى إذن أنا تغيرت في حاجتين في الشكل وفي الحج يبقى إذن ده تغير إيه فيزيائي طيب صد الحديد لأ صد الحديد ده كون لمادة جديدة تفاعل الأكسجين مع الحديد يديني أكسيدي الحديد يبقى إذن أعطاني مادة إيه مادة جديدة اسمها صد الحديد يبقى إذن ده تغير كيميائي زوابان الملح في الماء زوابان الملح في الماء ده يعتبر تغير ايه فيزيائي قلي البيض قال لنا بيضة طيب قال لي البيض دوت ده تغير ايه كيميائي بكده ننتهي من حل اختبارات سلاحة تلميزي الاختبار الاول على المفهوم الثالث بدعوكم لعمل سبس كراب او اشتراك مع تفايل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته